وفيما يلي بعض أهم الأحداث العالمية التي وقعت في السابع عشر من نوفمبر ففي ألف وثمانمائة وأربعة أعلن تأسيس جامعة خاركف الوطنية بمبادرة من المربي فاسيل كرازن لتحمل اسمه لاحقاً وتصبح معروفة باسم جامعة الكرازنة في ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعين في اجتماع مشترك لمجالس بلديات بودا وأوبودا وبست تم الإعلان عن تشكيل مدينة بودابست وأصبحت عاصمة لهنغاريا في ألف وتسعمائة وسبعين حصل دوجلس إنجلبرت على براءة اختراع فأرة الكمبيوتر ويعود له الفضل في تطوير العديد من مجالات علوم الحواسيب وتشغيلها في ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين انطلقت الثورة المخملية في تشكسلوفاكيا بمظاهرات طلابية سرعان ما تحولت إلى انتفاضة نادت بالإطاحة بالحكومة الشيوعية في ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين وقعت مذبحة الأقصر في مصر ورح ضحيتها ثمانين وخمسين سائحا في ألفين وتسعة عشر طرحت شركة أرامكو السعودية جزءا من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية الداخلية ومن مواليد هذا اليوم في ألف وتسعمائة واثنين واربعين مارتين سكورسيزي المخرج الأمريكي الذي يعد الأشهر في هوليوود وفي ألف وتسعمائة وخمسة واربعين ولد عبد المجيد تابون الرئيس الثامن لجمهورية الجزائر ورئيس وزرائها السابق في ألف وتسعمائة وخمسة وستين ولد عبد المحسن النمر الممثل السعودي الذي شارك في عدة مسلسلات ناجحة منها فنجان الدم ومسلسل عمر بن الخطاب في ألف وتسعمائة وخمسة وستين ولدت روسلانا بيسانكا الممثلة ومقدمة تلفزيون الأوكرانية الحاصلة على جائزة الدولة ووسام القديس فولودمير في ألف وتسعمائة وستة وستين ولدت صوفي مارسو حسناء السينما البارانسية الحائزة على جائزة سيزر وأشهر أدوارها وأشهر أدوارها كانت في بريف هارد وجيمس بوند في ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين ولد توم إليس الممثل الولزي الذي اكتسب شهرة دولية بعد أدائه المميز في فيلم في مسلسل الشيطان